السؤال اللي عندي بيقول أنا دلوقتي ابني عايز يدخل جامعة عايز يدرس كومبيوتر ساينس إيه أعلى سكور المفروض يجيبه علشان يقبل طبعاً السكورز في الـ SAT والـ ACT والـ EST بتتغير من سنة لسنة ومتطلبات التنسيق بتختلف وفيه جماعات خاصة وجماعات حكومية والموضوع مكعبلاوي أهم حاجة في رأيي أن الطالب يحاول يجيب أعلى سكور ممكن يجيبه مبدئيا ده أول حاجة يعني يجيبه أعلى سكور ممكن ولنفترض أن السكور الكويس هيكون 1450 لـ 1550 من 1600 ده سكور هيضمن له أي حاجة إن شاء الله طب هل ممكن يدخل كومبيوتر ساينس بسكور أقل من كده؟ ممكن يدخل كومبيوتر ساينس بسكور أقل من كده على حسب الجامعة الفكرة كلها أنه يتأكد أنه هو حابب كومبيوتر ساينس وأنه هو يتعلم أسس الكمبيوتر ساينس والكودينس والكلام ده كله لوحده بعيدا عن موضوع المدرسة والجامعة والكلام ده كله علشان يتأكد أنه هو حابب الحاجة دي وشاطر فيها ولما يدخل إن شاء الله الكلية حيكون متفوق فيها لو أورادي عنده الخلفية دي طب إيه السكور اللي لازم يجيبه بالذات؟ زي ما قلت 1400-1450-1500 حاجة في الرينج ده إحنا كده ضمنا ده إيه S-T أو S-E-T هل ممكن يكون فيه جامعة تقبل بسكور أقل؟ أنا متأكد إن فيه معرفش إيه بالزبط ولكن مرة تانية الكمبيوتر ساينس بالذات الطالب ممكن يتعلمه كله ويبقى شاطر فيه ويبقى عبقري فيه لوحده في البيت أونلاين فمش لازم إن إحنا بنستميت على موضوع الجامعة أهم حاجة الأول نتعلمه كويس وكده كده إن شاء الله هليمشي فيه كويس في الجامعة وبإذن اللي عندنا مدرسة لتعليم البروغرامينج البرمجة الكمبيوتر ساينس الكودينج وهتكون مجانية للطلاب بتوعنا إن شاء الله ونحاول نتوسع بيها على قد ما نقدر أونلاين فأقرب فرصة وهأعلن عنها لما نكون جاهزين إن شاء الله أوكي